صبح لحضراتكم مرة تانية في صباح الخير يا مصر وقبل ما نبدأ فقراتنا خلونا نروح نصبح على زملتنا منا الشرقاوي منا مبروك الله يبرك فيك مبروك عليكم وعلينا أنا عارف اللي انت دايما بتهتمي بقى بالجوانب الانسانية دايما في المباراة شفتي مبارح محمد صلاح وهو بيواسي أشرف حكيمي وهو يعني بعيدا بقى عن اللي هو كان قائد راح يعني برضو يواسي اللعيبة وكان بيسلم عليهم ومبروك ويعني عملته ماتشو حلو برضو شفت الحاجات دي ازاي؟ والله مبارح المباراة كان فيها حاجات كتير قوي مع حكيمي حكيمي مبارح شاف واجهين للمصريين يعني أثناء المباراة فاتوح لبسه كبريين يا سلام ولا أروع ولا أحسن ويقدر نقول انه هو طول المباراة كان في جيب فاتوح لكن في نفس الوقت نشوف صلاح وهو بيواسيه وبيطيب خطره يعني مبارح حكيمي شاف مننا وشين كده مختلفين وطريقتين مختلفين مبروك لكل الناس ومبروك للمصريين ومبروك للرجالة اللي علفت تلعب ومبروك لكراش اللي منبقاش فاهمين هو بيعمل ايه ومنبقاش فاهمين هو بيختار ليه وفي الآخر بنكتشف بطريقة أو بأخرى انه هو بيبقى عند وجهة نظر كناش فاهمين أبدا ليه بياخد أربع حراس مرمى ودي كانت حاجة غريبة جدا وجديدة ومختلفة ويمكن ما حصلتش معانا قبل كده يمكن بعد تاني مباراة وتاني إصابة لتاني حراس مرمى أو لتاني جبل من الجبال اللي كانت موجودة في حراسة المرمى ابتدنا نفهم كيروش بيعمل كده ليه أتمنى أن يعني فكرة تقديم القرابين بحراس مرمى كل مباراة دي تنتهي وإن شاء الله نتمنى السلامة لحراس مرمانا كلهم من المباراة اللي جاية انبارح المباراة كانت حلوة ومختلفة يمكن إحنا كنا طالعين مرهقين من مباراة الكودفوار ولكن بالرغم من ده إذن نبارح نقدي مش نقدي بس شوطين لأ نقدي شوطين وشوطين إضافيين كانوا مختلفين الفرق طبعا بين مباراة مصر والكودفوار مختلفة عن المغرب وملاوي يمكن المنتخب المغرب كان عنده فرصة يوم راحة زيادة يمكن منتخب المغرب المباراة بتاعته ما كانتش بقوة مباراتنا مع الكودفوار لكن المبهر والمختلف أن الرجال نبارح كانوا رجال عرفوا يوقفوا برغم الظروف الصعبة وبرغم الأحوال الجوية الشديدة الصعوبة إلا أنهم قدروا يقدوا مباراة شفنا تطور في المستوى على مختلف الأسعادة بالذات الدفاع مبارح ما كانش فيه فرصة أن منتخب المغرب يمسك الدفاع عندنا مبارح كان فيه خط دفاعي محترم جداً كل واقف سد كده في ظهر اللعيبة فما كانش فيه مجال أن يحصل إرهاق للعبتنا أو أن لعابة المغرب لو ينفع أن نستخدم اللغة الدرجة يستفرده بحد من عندنا فعلشان كده كان فيه مجال أكتر للعيبة أنها تعرف تأدي فالتوح كان مبهر هو فيه تطور كبير جداً في أداءه في الفترة الأخرانية ونقدر نقول أنه هو من ساعة المباراة بتاعت الكودوفور وهو ظاهر قوي وبين قوي خصوصاً أنه كان لسه راجع من أصابة وبرغم ده كان واقف في مباراة الكودوفور على رجليه وكان سند نفسه كويس قوي لو شفنا مبارح وهو واقف عند الكورنر كده والتشتيتة اللي عملها عند الكورنر دي ما تطلع شغل من واحد واثق وراسي وعارف هو بيعمل إيه مش حنقدر نقول أنه فيه شخص واحد هو اللي كان ماسك المباراة المنظومة مبارح الدفاعية هي اللي سندتنا وهي اللي قدرت تساعدنا طبعاً بقيادة صلاح مش عايزين نقلل من مجهود باقي اللعيبة لكن فكرة أنه صلاح يطلع ويتكلم ويقول كفاية بقى يا أستاذات التحليل ما تفضلوش تتكلموا في أهلي وزمالك ولعيبة أهلي وزمالك احنا فرقة يمكن لما ده حصل فرقت جداً مع اللعيبة وشفنا إزاي ده انعكس على أرض الملعب ربنا يديم أفرحنا وربنا يديم ساعدنا وربنا يخلينا دايماً قادرين نقف زي الرجالة كده ونشوف إن شاء الله اللي جاي قد يكون أسهل بكتير من المباراة الصعبة اللي ما شافش وملحقش يجيه لألفين وتمانية الدهبي يلحق دلوقتي جيل عشرين اثنين وعشرين لأنه بيشوف لعيبة رجالة فعلاً أعتقد أنها هتبقى جيل جديد شباب ما عندهمش حسابات زي اللي كانت بتتحسب زمان ويمكن دا اللي خليهم مبارح إنهم يعرفوا يلعبوا كويس قوي لأن إحنا متعاودين لما بتحصل المباراة بيننا وبين المغرب ويجيبوا الجون خلاص بعد كده المباراة بتموت ما بيبقاش فيه مجال للتعويض لكن مبارح شفنا إن إحنا قدرنا نقلب الموضوع إزاي ترجمة نانسي قنقر